أفد مصدر رفيع المستوى أن مصر أكدت على مواقفها الثابتة حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لقطع غزة أضف المصدر أن الوفد الأمني المصري يتجه غدا للدوحة في مهمة لتقريب وجهة النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت كما أشار المصدر رفيع المستوى أن هناك اتفاق حول الكثير من النقاط واستئناف المفاوضات غدا بالدوحة والقهرة بعد غد المصدر أضف كذلك استمرار مفاوضات الهدنة بالقهرة وسط نشاط مكثف للوفد الأمني المصري لتقريب وجهة النظر بين كفة الأطراف في مسعى جديد للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبدل المحتجزين والأسرة جاءت جولة جديدة لوفد أمريكي بالمنطقة برئاسة مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز وذلك لإجراء محادثات بين إسرائيل وحركة حماس والوسطى جولة الوفد الأمريكي بدأت من القاهرة للقاء الوفد الأمني المصري الذي يبذل نشاط مكثف للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار ولتؤكد بشكل واضح دور مصر الهام والمحوري في دعم القضية الفلسطينية والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال إنه لا تزال هناك بعض الفجوات المتبقية بين موقفي الطرفين لكنه في نفس الوقت أكد أن واشنطن لم تكن ترسل فريقا المفاوضات إذا لم يكن هناك فرصة لإحراز تقدم حركة حماس من جانبها أبدت مرونة للتوصل لاتفاق وتخلت الأسبوع الماضي عن مطلبها المتمثل في التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار أولا قبل أن توقع أي اتفاق لترمي الكرة في ملعب الجانب الإسرائيلي كما أكدت الحركة أن تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة من شأنه أن يعيد المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار إلى نقطة الصفر محملة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياه وجيش الاحتلال المسئولية الكاملة عن أي انهيار للمفاوضات وعلى الجانب الآخر يواصل نتنياه إسراره على ضرورة أن لا يحول الاتفاق دون استئناف إسرائيل لعملياتها حتى تحقيق أهدافها في الحرب يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه المظاهرات ضد نتنياه في أنحاء إسرائيل للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة المحتجزين فيما بلغ بالمعارضة الإسرائيلية التعهد بتقديم شبكة أمان للرئيس الوزراء بن يمين نتنياه في حال تمت صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس وذلك شريطة استقالة وزير الأمن القومي بن جفير ووزير المالية سموتريتش اشتركوا في القناة